جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية في سينة ونجحت في القضاء على الإرهاب وتنمية سينة لخدمة أهلها لكونها طبعا جزء غالي وهام من الأراضي المصرية فعلى مدار الثمن سنوات الماضية تغير شكل سينة بشكل كبير جدا للأفضل وأصبحت التنمية منتشرة في كل مكان مستمرين طبعا ما حضرتكم في هذه التقطية الخاصة على شاشة اكشتر نيوز وحول هذه الزيارة الهمة لقام بها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لشمال سينة برحب بضيفي في الستوديو الأستاذ إسلام عفيفي الكادم الصحفي برحب بيك يا أستاذ إسلام وكل سنة وحادتك بألف خير كل سنة وحادتك طيبة وكل المصريين بخير بمناسبة العاشر من رمضان ونصر اكتوبر قراءتك النهاردة لزيارة السيد الرئيس لشمال سينة وعدد من الارتكازات الأمنية ودلت توقيت العاشر من رمضان وطبعا يعني ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة يعني بنقول رسالة أولى يعني نقدر نستشفها من زيارة السيد الرئيس اليوم أن المعركة ما زالت مستمرة إذا كانت المعركة بالسلاح قد انتهت نجحنا في القضاء على الإرهاب فلدينا معركة تنمية كبرى شاهدنا منذ أيام معدات الاستفاف وهي تستعد لخوض معركة كبرى لعمل شاق وكبير في سيناء ده دلالة على أن الأرض سيناء ستكون هي الخير القادم بإذن الله هنا نتكلم على 6% من مساحة مصر كان فيه اهتمام كبير وخطط كثيرة للاستثمار في سيناء من نواحي متعددة نتكلم على تنمية وعلى تنمية مستدامة ما تم إنفاقه تقريبا ما يقرب من 20 مليار دولار حسب التصريحات الرسمية في سيناء فقط بعيدا عن المنطقة الاقتصادية وإقليم القناة وبالتالي إحنا هنا بنتكلم على وجهة آخر لسيناء نتكلم على بنية أساسية معتبرة تخطيط على مدى 50 سنة قادمة يضع في اعتباره طبيعة الخاصة لسيناء يضع في اعتباره قيمة سيناء كأراضي زراعية 200 ألف فدان من خلال سحارة سيرابيوم واللي كانت إنجاز عظيم كثيرة هي الإنجازات اللي حصلت الحقيقة في الفترة اللي فاتت في سيناء ولكن هي تتم قرائتها إنجاز بعد آخر نحتاج الآن إلى أن احنا ننظر من نظرة شاملة أو نظرة فيها شمولية لما تم إنجازه على كافة المستويات سواء بنية أساسية بقى أو بنكلم في منشآت تعليمية بنكلم في عمليات تنمية مختلفة يشعر بيها الآن أبناء سيناء يعني مش بس أبناء سيناء هي المستهدف إن تكون أرض سيناء يعني بنخرج من الواد الضيق صحيح إحنا عايشين على 6% من أرض مصر سيناء لوحدها 6% من مساحة مصر الشعر القوات المسلحة يد بتبني ويد بتحمل السلاح وإحنا هنا بنتكلم عن التنمية في سيناء بنتحدث عن تنمية شاملة زراعية صناعية حتى بشرية هذه التنمية حالك ذكرت بأن نتائجها بدأت أن هي تظهر على المدى القريب بالنسبة لأهلينة طيب على المدى البعيد لأن احنا شفنا تطوير في شمال سيناء كبير جدا طرق شفنا أنفاق مدينة عريش الجديدة المزارع وشرق التفيع يعني هدفنا كمان أن هي تكون جاذبة للاستثمار زيرة أساد الرئيس النهاردة لشمال سيناء والحديث عن القضاء على الإرهاب لأي مدى برضو ده جاذب للاستثمار دي رسالة للداخل وللخارج أيضا يعني هي ليست رسالة مجهة فقط للمصريين أن أرضكم آمنة القوات المسلحة والشرطة المصرية قامت بمعركة عظيمة جدا جدا بزل فيها من الدماء الكثير بزل فيها من الجهد والعرق الكثير كانت المواجهة مع ليست عصابات إرهابية عشوائية أو تسلحها عشوائي أيضا ولكن على مستوى عالي جدا من التأهيل والتمويل جهات خارجية قوية كانت تدعمها كانت تدعمها وبالتالي هنا المعركة اللي انتصرنا فيها أو اللي انتصرت مصر فيها على الإرهاب دي اليوم الزيارة السيد الرئيس في توقيت يعني بنجدد انتصاراتنا مرة أخرى بنرفع الوقت لانتصارات مرة أخرى بعد حرب مع الإرهاب ضارية ودفعنا يعني تمانها غالي الرسالة أيضا أن يكون السيد الرئيس مع قوات مكافة الإرهاب في شرق القناة اليوم هو مع أبنائه ومع المقاتلين المصريين ومع الضباط ومع الجنود أنتم نحن نراكم نحن نقدر ما تفعلون نقدر حرصكم على أنكم بتقوموا بواجبكم في حماية سينة وحماية مقدرات مصر الحقيقة دي رسالة لإخواتنا في القوات المسلحة في شرق القناة رسالة مباشرة يعني بالإضافة إلى تكريم عدد من المقاتلين وعدد من الجنود هذه رسالة أيضا كانت رسالة مهمة كلام السيد الرئيس عن الاحتفال بما يليق بما يجري سواء كان انتصار على الإرهاب سواء كان انتصار في عملية التنمية والاستثمار في سينة وهي الرهان القادم لنا كدولة أعتقد أنه كلام مهم ويفتح الأفق أمام الاستثمارات العربية والقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية أيضا الحقيقة أن وجود السيد الرئيس في هذه البقعة اليوم هو رسالة لكل دول العالم أن ليس هناك إرهاب محاولات تشويه مصر أو الكلام على أن أي دعاءات أو أي أكاذيب تروج بأن سينة تحت السيطرة سينة آمنة سينة مستقرة سينة تشهد تنمية كل هذه الرسائل أعتقد أنها وصلت للخارج العالم بيمر بأزمة اقتصادية ومصر ستعبر منها بأمان ده كان تصريح من قبل السيد الرئيس النهاردة خلال هذه الزيارة وأنا شايف أنها رسالة طمأنة لعدد كبير جدا من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليك شايف يعني هذه الرسالة إزاي أنه مصر ستعبر منها بأمان وعندما يعني يتحدث الرئيس بهذه الثقة إذن هو مبني على أساس علمي وعلى يعني أسس واضحة خلينا أخذ من كلمة حضرتك أن يعكس ثقة الرئيس في عبور مصر من هذه الأزمة كما عبرنا أزمات أخرى ده رقم واحد لكن أيضا هو دائما الرئيس يراهن على وعي الشعب المصري صبر الشعب المصري من أجل الوطن بشكل أساسي وأعتقد أن فيه تصرحات سابقة السيد الرئيس قالها أني وعي الشعب المصري وصبره وتحملوا تحملوا كل القرارات القرارات ما كان يعني خلينا نقول أني فيه شجاعة في اتخاذ قرارات فيه قرارات الرئيس اتخذها من 2016 إبريل 2016 بتحريل سعر الصرف كل هذه القرارات الشجاعة هي صحيح كانت يجب أن تتم من عشرات السنين لكن ما حدث يمكن سنة 77 من أزمات وغيره في حكم الرئيس الراحل الأسبق الرئيس أنور السادات واللي بنذكره بالخير اليوم في انتصار أكتوبر خلت الدولة تكون مرتعشة خلت المسؤولين يكون مرتعشة يعني فيه حالة خوف من اتخاذ أي قرارات مصر الآن كدولة كقيادة تتخذ قرارات جريئة يعني قد تحظى هذه القرارات أو برضى أو بعدم رضى منها البعض لكن هي هو الخط أو المصار الصحيح ولابد أن احنا نتحمله ولابد أن احنا ندفع تمن بندفع تمن دلوقتي قرارات كتيرة جدا اتأخرت فترات طويلة فأعتقد أني يعني مثلا هقول لحضرتك على مثال أني مصر أنها تخرج من اتفاقية الحبوب لتبحث عن مصادر حبوب أخرى خارج الدول اللي كانت موقعة على الاتفاقية وأنها تبلغ هذا التجمع بأن مصر تنسحب من هذه الاتفاقية لأنها لا تحقق لمصر أي ميزة أو أي ميزة نسبية مصر تبحث عن حلول حقيقية للأزمة الأزمة العالمية اللي بيشهد العالم كله بتاخد إجراءات لمعالجة الأمور بتتخذ مبادرات على الأرض لتخفيف الأزمة على المواطنين خاصة في المبادرات اللي تمت قبل شهر رمضان يظل فكرة أني محاربتنا كلنا لموضوع الأسعار الحقيقة وده دور يعني إذا كان للحكومة دور فكلنا كلنا كمواطنين يجب أن يكون لنا دور دور في يعني أن نحن نواجه الاحتكار ونواجه نواجه غلاء الأسعار نواجه المسألة دي مسألة مهمة وجزء منها جزء منها ثقافة إزاي أن نحن ناخد احتياجاتنا فقط يعني فكرة التخزين اللي كان بتلجأ الأسر المصرية فيما قبل أعتقد أني المسألة مختلفة الآن فيجب أن نحن نتعامل بنوع من الرجد صحيحة في الحكاية دي صحيحة طيب الرئيس تحدث أيضا عن تضحيات الشهداء وقال أنه لن ننسى الشهداءنا الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء والتعمير هنا الدعم السيد الرئيس الدائم وتفكير بشكل مستمر لشهداءنا والاهتمام بأهليهم وأبنائهم هذه اللفتة وتفكير بهم تقريبا في كل المناسبات شايف أهميته إيه؟ يعني هؤلاء ضحوا بحياتهم نزفوا دماؤهم وبالتالي ده دور الدولة المصرية أو رسالة من الدولة المصرية من القيادة السياسية أن لا تنسى أبنائها وأن أبناء الشهداء يحظون برعاية مستحقة وواجبة وأن بالتأكيد هناك رسالة أخرى أو وجاء آخر من الرسالة أن يجب أن نحافظ نحافظ على مصر بشكل يعني مش معقول بعد كل هذه الدماء التي نزفت أن نحنا لا نفكر في أن منضحوا بأرواحهم إحنا أمام مسئولية إحنا نتحملها نتحمل مصاعب نتحمل ونصبر وفكرة الاستفافة الوطن هي هنا فكرة فكرة مهمة أو الحقيقة قد نختلف في الأراء قد يعني في أراء أو في بعض السياسات أو في بعض الإجراءات قد نرى أن في المواطن بيتحمل بيتحمل الكثير وده موجود يعني الرئيس الرئيس قال الكلام ده أكتر من مرة يعني يعني أن فيه فيه صعوبات وفيه تحديات كبيرة بيواجهها المواطن فيه يعني أنه يعيش بشكل كريم لكن هذا أيضا يخلينا أمام تحدي إذا كان فيه جيل جيل تحمل وإحنا في العشر من أكتوبر العشر من رمضان الآن يعني نتذكر نصر أكتوبر الجيل ده كان جيل أكتوبر كان على عاتقه تحرير الأرض مصر كانت صعبة كانت الأيام صعبة يعني يعني الحياة المواد المعيشية كانت صعبة أنه طبور طويل علشان تحصل على احتياجات أكل أساسية البيوت المصرية أنه فيه شباب على الجبهة دخل دخل 67 قوات مسلحة فضل على الجبهة في حرب استنزاف حرب عظيمة جدا لحتى 73 الجيل ده ضح وعاش من أجل انتصار وعاش من أجل استرداد كرامة كرامة عربية لو لا هذه الحرب ما كانت هذه المنطقة بهذا الشكل منطقة العربية صحيح وسيناء دائما ستظل في القلب ويعني نعتقد أيضا بأنه التنمية اللي بتحصل في سينة دلوقتي سواء كانت زراعية أو صناعية التنمية الشاملة بشكل عام حتى البشرية نتائجها ان شاء الله نشوفها بشكل واسع ليس فقط يعني هناك في سينة ولكن نتائجها علينا كلنا أنا بشكرك شكرا جزيلا كنت معنا في الستوديو الأستاذ إسلام عافيفي الكاتب الصحفي بشكرك على وجودك معنا وعلى هذا الحوار الفري شكرا جزيلا